هما اللي بيحددوا سعر الفراخ والبيض في مصر وبيينتجوا 90% من احتياجات الصعيد وهم أساس إنتاج البيض وتربية الطيور وأي حد نوي يربي أو يشتري لازم يروح لهم قرية كنبوها أساس بورسة الدواجن في مصر ادروب شطارتهم إنهم يبقوا أساس الصنعة ويقضوا على البطالة نهائياً بس لو عايز تعرف حكاية القرية دي وإزاي بينتجوا كل الكيميات دي ولي هما اللي بيحددوا سعر الفراخ يبقى تابعني الآخر فيديو وانا هقول لكل التفاصيل القرية اللي بنتكلم عنها النهاردة اسمها كنبوها في محافظة أسيوت أشهر قرية في تربيت الطيور وإنتاج البيض علشان كده معظم سكانها ما عندهمش وقت إنهم يقعدوا أو يضيعوا وقت في التسلية أو الأهاوي الكل بيشتغل سواء رجال أو ستات القرية دي فيها أكتر من 100 معمل تفريخ للكتاكيد و100 مزرعة طيور من دواجن وبط ووز وديكرومي لحد ما قدرت تين تكتسعين في المية من احتياجات الصار والداكنة للصعيد وكل ده في قرية كنبوها اللي عدد سكانها وصل لحوالي 10,000 نسمة معروفين بإبداعهم وإتقنهم لشغلهم وسمعتهم الطيبة وحسب مجدي جاليات صاحب مزرعة من أكبر مزارع الدواجن في القرية لموقع أخبار اليوم قال إحنا بنسابق الزمن للتزويد الإنتاج وتوفير أكبر كام من الدواجن لتخفيض الأسعار من خلال زيادة المعروض لتخفيض العبء على الدولة مجدي قال إنهم بيحددوا أسعار البيض والفراخ على مستوى الجمهورية وإن القرية بتساهم في إنتاج 90% من احتياجات المراكز اللي حواليهم من الصار والداكنة وبسبب وجود مزارع كتير في القرية فهم قدروا يوفروا فرص عمل كتير لدرجة إن في طلبة بعد ما بتخلص اليوم الدراسي بيخرجوا يشتغلوا في المزارع علشان كده مفيش بطالة في القرية نهائياً أما نجاح صادق صاحب مزرعة قال إن المزارع الكبيرة بتحتاج من 6 إلى 10 أفراد لتربية الدواجن لتوزيع أكلها وشربها وتدفئتها خصوصاً في الشتاء ده غير إن في عمال تانية شغلهم إنهم يسوقوا عربيات النص نقل الصغيرة علشان ينقلوا الأقفاص اللي فيها الكاتاكيت وصغر البط لباعها في جميع أنحاء الجمهورية وخصوصاً في الأسواق الريفية لمربيين الطيور في البيت بس قال إن المشكلة اللي بتواجههم هي ارتفاع أسعار الأعلاف علشان كده بقوا يدوروا دلوقتي على بداء الأرخص يأكلوا بها الطيور علشان مفيش حاجة توقفهم واللي ناس كتير ما تعرفوش إن أول عمدة في تاريخ مصر تلعت من بوها واسمها إيبا هابيل كمان حسب أخبار اليوم شباب القرية أول ناس عملوا سباق للحمير سنة 2014 ودلوقتي يقول لنا سمعت قبل كده عن قرية كنبوها